مشاهدينا نرجع منكمل نحنا وياكم على الموعد مع ضيف جديد وضيفة هلأ الممثل توني نصير أهلا وسهلا فيك الممثل المحبوط توني نصير بس سريعاً رح نعرف بحضرتك البدايات كانت مع أبو سليم بالتليفزيون وبالمسرح كانت مع أنتوان ولطيفة ملتقى كمانا من المسرحيات اللي عملتهم هي مسرحيات الأسطورة مع الراحلة صباح بالتليفزيون شفناك بأدوار بغنوجة باية بحلوة بكذابة بذكرة بأوبارج هوا من ناحية الكوميدي أما بالدراما فشفناك بلونا وشفناك بعشرة عبيد صغار وبي أحمد وكريستينا الدور اللي كتير مهم اللي لعبت له هو كان دور عبد الله أهلا وسهلا فيك أنا كتير مبسوط أنه أنت معي اليوم بالستوديو فنحكي عن الأدوار ويمكن رح نبلش بدور عبد الله لأنه أخذ ضجة يعني ومثل ما أنت قلت عنه أخذ منك مجهودة كتير جسدي ونفسي أكتر من الجسدي مظبوط وكمان أقلت اللي أنه هيدا الدور كان من يمكن أهم الأدوار بحياتك ليش؟ كان بطبيعة تركيبه تركيبته فيه حدة كانت أشياء صعبية صعب ومظبوط مظبوط أنا أخفت منه بالأول بالدور ما كنش بدأني عبد الله وكيف غيرت رأيك؟ المنتج صاحب الشركة أستاذ مروى الحداد موحجرة تحيي قلي مظبوط لأن حضرتك أنت كمان مدير إنتاج وعلاقات عمبي شركة مروى هي الشركة الإنتاج الليبنانية صحيح قال لي لأ هيدا الدور ما أحد يلعب بغيرك صدقني غريب على الإنسان بيعرف حلو شايف فيك هالإدراء هو عنده نظرة موهوب عنده موهب اختيار المسلين أكتر منهم هم المسلين بيقرأ بيشوف إنه لأ أنا ممكن أعمل هيدا الدور بيكون هيدا الدور لأقلو يقول له لأ وشعري مرة تالي هيدا الدور لأقل هيدا شي كتير منيح بصاحب شركة إنتاج يعني كتير منيح بيساعد المسلين يعني كتير منيح بيساعد المسلين يعني رهيد فدرسته لأدور الكرماليك كفت منه لأنه فيه وكتير تركيبات بعدين أصر تفوت فيه شوية شوية وحبيته وصدقته حتلت عليه لحتالي ألبسه يعني كيف حتلت عليه كيف تحتالي على على صغير أو على مريض أو على أي شخص بيهرب منك من شغلي بالعكس بتفرجي أن أنت متله بتشبهي فرجعت أنه عندي شبه أنا منك عرفتك تقربه مني رائبت حدا عنده نفس المشكلة حوالت حوالت ترائب حدا حوالت روح عمل زيارات بمراكز معينة هو عبدالله شو كانت مشكلته مضبوط كانت مشكلته عنده تأخر إذا بديك عنده من زويل احتياجات الخاصة وعنده صعوبة بالنطق عند الإنفعال بس ينفعل كان على فرح أو على حزن أو بس ينقذ يعني عملت مشهول دوب لأنت يعني بدك تنفعل وفي ذات الوقت ممنوع تطلع هالإنفعال بدك تعبر عنه بنوع بس يطلع بمحلات معينة ما تحسي إنه هيدا زادة كتير أو لقص كتير أو تتحكي مع هكي أشخاص تلقيهم طبيعيين كتير تنطري نصيعة أكتر من نصيعة إنه بعد ما نفعله بعد ما بيّن ما بيّن العوارض تبعهن في شوية فجأة بيبينه أهوان سبب بتبين العوارض يعرفت كيف طيب هلأ نفسيا أنت قلت أنه تعبك أوقات الدور بيضل مريفع الممثل يعني فترة ريفقك هالدور فترة من بعد المسلسل؟ كل دور بينجح فيه الممثل يعني حبه الممثل للدور يعني لبسه مظبوط ونجح فيه ونجح فيه فالعالم بتشوف بتشوفني عبدالله وأنا دائما تقولي عبدالله عبدالله هي العالم عبدالله 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 وكيف ته إذا أنا حبيت عبدالله يعني أكيد رح يكون رح يكون رح يكون لابس عبدالله عطول يعني كما الهيك الممثل المحضرف بدل يشتغل على حاله لحتى إذا لعب شخصية جديدة لا يعمل ربال يذكر العالم بالشخصية اللي لعبها آخر مرة أكيد أكيد هذه شطارة الممثل فهيدي كمان في صعوبة يعني واحد يشتغل على حاله أنا هلأ من بعض عبدالله شي تاني شي جديد ضليتني رائع بحالي أنه ما بدي أعمل ولا أي شغلة والنفس حيالة شغلة تذكرني بعبدالله كون في أثر من عبدالله بالشخصية جديدة حسيت أنه طريقة نفسي متل نفس عبدالله رجعت عبدالله يعني ماشي شغلة صغيرة حتى لي أبدا أبدا ما مرق شي أنه عبدالله لنتها بلش تعرف بيسألك سؤال يعني الممثل بيلعب بعدة شخصيات سؤال عطول أنا بيحيرني بيلعب عدة شخصيات وطبعاً بده مجهود نفسي هالشخصية لو شو ما كانت لأنه أنت عم تلبس شخصية مش شخصيتك شو أثر هالشخصيات اللي بتضل بالممثل يعني عشخصيته الأساسية يا ترى بتترك أثر منها أو بيقدر يتخلص منها ما في شك لأنه كان صادق كلياً دايماً الإنسان حتى المشو ممسي الإنسان ما بيكون صادق بموقف معي أنا بتذكر مثلاً كنت تحب مثلاً وفترقنا بتذكر اللقاء الأخير عند الإفتراء مثلاً قبل ما نفتري يعني أنه ضدناينا الصحبة وكان فيه صدق مش طبيعي هالشي بيضله موجود عند الإنسان كل إحساس صادق ما بيروح من عنده للإنسان بسهورة بياخد وقت كيف تلممثل بس بيأثر على شخصيته يعني عن تصرفيته عرديت فعله كيف تلممثل كيف لممثل لممثل كيف بيأثر إنه متل ما قلت لي إنه بيجع بيكرر حاله فقط ما يكرر حاله بيشتغل على حاله هلأ لحتالي ما يتأثر هالقدان ما يكرر حاله بدي يشتغل على حاله مظبوط يعني في دورتاني بس بتعملني شي تاني وين سير في دورتاني أنا حبيتك فيدي عشرة عبيد صغار أنت لعبت البطلر اللي هو رئيس الخدم بالأثر بالأثر أنا شخصيا حبيت المسلسل وحبيته بزيادة لأنه كان لبنانة مية بالمية فكتابة وإخراجة وتمثيلا وكان حلو ولكل عمله شغل كتير رائع ما رح نحكي هلأ في البعض انتقدوا العمل العمل كان حلو دورك كان حلو كتير يعني وكان فيه الشخصية طلبت نوع من ضبط النفس والصبر مظبوط وخصوصا أنه كل اليوم عم بتفوت كنت على القوضة ومرتك الميتة بنفس المكان وبعدين ترجع تطلع لبرا وتتحمل الاتهامات والشكل الوقت من كل الموجودين يعني أنت تحملت شخصية منسيت شو كان اسم الشخصية بالمثال سليم شخصية سليم تحملت كتير ولعبة دور كتير كبير يعني طوال المخرج شوات شالة من سياء الأحداث مظبوط حتى من بعد ما مات سليم كان يرجع يطلع مظبوط يظهر لهم ويخوفهم يذكرهم والضمير هذه الشخصية كيف ما بعرف أنا عم قول عجبتني شخصيا أنت كممثل أضافت لإلك شيء كمانا أو قدي أخذت منك مجهود وكيف أثرت مع بقية الشخصيات بالمسلسل هو مثل ما قلت رئيس الخدم يعني عنده مشاكل مع مرته كانوا يشتغلوا عند مرة خطيارة ومرته كان بدأت توق هو ما كان موافق أصلا أنه مرته مع مرته طيقت له ومرة خطيارة بينه وبين حاله وعم يردخ لمرته وإجوا على هذا الأسر الغريب العجيب وبدأت تنسية غريبة تظهر كان هناك خوف وكان هناك شك كل واحد يشك بالتاني بطل حدا عنده ساقة بالتاني يمكن للحظة يشك بمرته كان هناك ضغط كان هناك ضغط في الدور والمسلسل كمانا يعني هلقد أنت كان بدأت تضبط نفسك كمانا تستطيع تعطي كان هناك انفعالات معي وقتا أنت تفوت المرتك الميت كان هناك ضغط وكان هناك ضغط ولكن لعبت الدور بشكل كثير رائع كان راضح لمرته كان ضد هذا الشيء ضد يعني قادر يلعب دور كمانا مرة وكان راضح لمرته كان بيحبها ووجه لها تحية كثير لماري أبي جيرجيس صح الممثلة لأنني ساعدتني لأنني نجح معي بالفعل الممثلة رائعة جدا ونتمنى لها نمتع لها تحية كمان نحن أكيد ونفتخر بكل الممثلين اللي كانوا بالمسلسل انت وين تلاقي حالك أكتر بالدراما أو بالكوميديا ممكن شوية سؤال بس بدي أسألك عادة كنت تلاقي حالي بالكوميك لأنه أحب أن أضحك لها اللي حولي بس أنا كممثل أحب أن ألعب الدور الصعب والدور المركبة وأثبت أنك قادر الحمد لله كان كوميك أو دراما بس بشكل عام بس كون عم صور دراما كمان فريق التصوير مش بضحكهم بالإداء أثناء التصوير تواجدة بالعسات أفتيكيف بضحكهم كثير فأنا بطبعي هاكي بحب الدحكة وبحب المرحة بس أنت أثبت أنك قادر تمثل أثنين وهذه بالنهاية شطرت الممثل شطرت الممثل سوبرتوني أصدق هلأ هلأ لديك شيء عمال جديدة؟ بس طرور بس طرور نحكي عنه بس طرور نحكي عنه بس طرور نحكي عنه بس طرور نحكي عنه إن شاء الله يكون المسلسل رح ينفع سياسيا إيجابية توني بما أنه أنت مدير إنتاج وعلاقات عامة بشركة إنتاج لبنانية بدي أسألك شوية عنه موضع الدراما اللبنانية وكمانا شو صاير قصة هالمزج بين الممثلين من عدة جنسيات عربية بنفس المسلسل اللي صرنا عم نشوفها كتير مع أنه مثلا مسلسل عشا عبيد صغار وغيره مسلسل أحمد وكريستينا وغير المسلسلات قدرت تثبت حالة يعني على الساحة فليه هالمزج هيدا شو عم بيسير؟ هذا المزج قديم جدا إذا تتذكري أيام السينما المصري الأديمة كان يجو يصوروا بلبنان وكان في كتير ممثلين لبنانيين الله يرحمون مثل ليلة كرم الله يرحمه كتير ممثلين لبنانيين يشاركوا فليب عائلة هذا المزج هيدا قديم وحلو وأنا واني ضد أكيد معه لأن الشعوب العربية تتعراحوا بعضا بيتعرفوا على الفندانين يمكن بيتبادلوا خبرات كمان ولكن في الوقت لا يوجد حرب يعني كانت النية وكانت نية الإنتاج أنه اللي من يعملوا هالمزج هيدا بمحلو ومدروس اليوم كمان أنا من يشددهم بس في إلو أسباب يعني تنفطرد لو مصر في إجزامبل حرب بإحدى الدول كانوا يجو عملوا معنا وشتغلوهم مثلا لمن نحنا من نهرب من لبنان لأنه في حرب لبنان ونروح مثلا على بلد إكس وهونيك بدأ نعمل دراما بدأ نشتغل مهنتنا صحيح بدأ نشتغل مع أولاد البلد فأكيد بدأ يصير فيه دمج يعني هيدا الدمج مشبورين فيه يعني هيدول 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 اللي جاي من برره ونحنا اللي بقلب البلد الكل من نحنا أو غير له كمان إله حسنات إنه إنه عم بيطلعنا لبره يعني عم بيخليون يتعرفوا ع الدراما اللبنانية عم بيخليون يتعرفوا ع الدراما اللبنانية وعالمسلين اللبنانية مع أنه كان أول تلفزيون بالشرق كانوا يجوون من كل الحائل الدول اللي يعملوا مقابلات يام ليلة رسل ومور مقابلات بتلفزيون لبنان مبتكر كثير بس إنه وكانوا المسلين اللبنانية نجوم بالدول العربية القدمة مظهور مما بديك وفاق ترابايم ووجهة تحية ودالجربور دوار الهاشي كلهم كلها المسلين اللبنانية القديرين كانوا نجوم بالدول العربية اليوم العكس اليوم إحنا عنا يمكن النجم مش كتير معروف أنا كنت بمصر من شي شهرين دعيت إلى مصر وصورت ضيقة ضيف حلقة بمسلسل راجل الستستان في أسماء لبنانية ما كانوا يعرفون خلص الوقت خلص وقتنا للأسف خلص مع نحن 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 نخلص بتحية لكل الأسماء الكبيرة التي ذكرتهم وبدأ واجه تحية لألك وإشكر حضورك معي اليوم ونتمنى لك من مريم تيفي ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق وإن شاء الله بعد بأدوار متل ما بتحب متل ما قلت مركبة وانت قادر طبعاً وبتمنى للدرامة اللبنانية كمانا التوفيق وتصير معروفة أكثر لأنه قادرة إن شاء الله إن شاء الله بقيت نهارك حلوة ودافية ما بعرف شو صاير بالعصب مرسي لأيكم ومرسي لدارة مريم تيلي يا أهلا وسهلا توني أصدقائنا رح نوقف برايك كمان من جديد خليكم معنا ونرجع من نتابع الموعد بعد شوين